اشتركوا في القناة 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 يعني ابسط مثال في حزب مستهب الوطن لما تلاقي عمين الشباب فوق الاربعين سنة امان فين الشباب الصاعد الوعد اللي هيوب انت هتديله بسمة امل فعاوزين بس الاحزاب دي يعني بالنشدهم ان هم يهتموا بالشباب يعني الشباب يعمل ايه اكتر من كده وكل مبادرات المركز الحسينية ومنشطة بعمر الصان كلها شبابية وشباب خارج الاحزاب طب امتى الاحزاب في الحسينية تهتم بالشباب وعطعت الكوادر الشبابية الحق بتاعها يمكن خلاص جولة العادة خلاص على اكتراب رسالتك لاثنين النواب اللي هيفرزهم الجولة الاخيرة اللي هي جولة العادة طبعا انا رسالتي للتلاتة احنا عندنا ناب هيوبة في القايمة خلاص ووفق واحنا بنبركله وعندنا اثنين ان شاء الله نبركلهم في الفردي وانا كل اللي بتمنى ان يوبة النواب بتاعتنا تخدم الدايرة سواسية مفيش مكان مفضل مفيش حشية مفيش ناس مقربين ان هم الخدمة تبعامة وانه يتقبل النقد البناء ويتقبل الاراء وماشى عشان حد ينتقدك انك تكرهه او في عدوة شخصية احنا كلهيتنا اولاد بلد واحدة بنبحث عن المصلحة العامة فاتمنى لهم التوفيق واتمنى لهم ان هم يكونوا على قدر المسؤولية في الخامس سنوات القادمة ان شاء الله تمام احنا عندنا طبعا نايب المتواجب حاليا من المركز ومدينة الحسنية في مجلس النواب نايب خالد عبد المولى اللي يعني منقوله الف الف مليون مبروك على النجاح يمكن عندنا ايضا في مجلس الشيوخ مهندس محمد ماهر السباعي عندنا كده كرسيين متواجدين في الغرف البرلمانية الدورة دي نتوقع شيء او تغيير ملحوظ اكتر من الدورة السابقة لو هنتكلم على النواب الموجودين فاحنا عندنا هيبقى خمسة اتنين الشيوخ لان المعنز حزم امر رئيس الحزب الجمهوري هو احد ابناء مركز الحسنية وفخر لها والاستاذ محمد المعنز محمد ماهر السباعي فازا اتنين شيوخ وعندنا ان شاء الله تلاتة نواب خمسة وديت فرصة ذهبية لمركز الحسنية انهم اول حاجة بناشدهم انهم يتكتفوا ينسوا الخلاف الشخصي ويكون في بينهم احنا لسه مش عارفين الاتنين اللي هيجوت مين لكن احنا بناشد كابناء الحسنية وكاحد شبابها انه هو يكون فيه تكاتف بينهم وانهم يقدروا يعني يبفي نغمة بينهم ومتواصلة مع الشارع وما يتسبوش فجوة بينهم وبين الناس وما يخلوش حد يتكلم بلسانهم يعني كل نائب يتكلم هو عن نفسه ما حدش ينوب عنه بينه وبين الناخب بتاعه وبين المواطن اللي هو ولا الامر في دايرته تمام يمكن احنا خلاص يعني قلنا في بداية الحالة ونحنا خلاص يعني خلال ايام بسيطة وهتنتهي جولة الانتخابات البرلمانية في مجلس النواب يمكن الابرز حاليا او كل الناس او معظم الشباب اللي بينظر حاليا لاستحقاقات بينظر للمحليات شايف ان هي ممكن تمشي ازاي داخل دايرة الحسنية سواء على مصطل القرية او او اركز المدينة او محمد لو مشينا بالعمل ومشينا بتوصيات الرئيس هي تب المحليات للشباب لكن النهاردة انا بشوف فيه تجاهل تام من الاحزاب كغرف ان هي تعمل دورات تنمية محلية للشباب وان هي تأهل كوادر شبابية للمحليات ولكن ان الفخر والعزة ان احنا كشباب الحسنية عندنا التأهيل ان احنا نملك من الكوادر السياسية والعلمية في مراكز الحسنية قوامات كبيرة جدا اتعلمنا منهم السياسة وتعلمنا منهم الطموح والعمل العام فاذا عندنا شباب مؤهل ولكن خارج الاحزاب والمؤسف جدا ان هما مش منضمين الاحزاب وطبعا ده نقطة نقطة ضعف في الحسنية ويمكن ظهرت في القايمة الوطنية فيه فجوة شديدة بين الاحزاب وبين المواطن في الشارع في الحسنية ويمكن شفت فرق الاسوات بين القوايم لان النهاردة الاحزاب دي مش وصلة الشارع في الحسنية فيه فجوة كبيرة لانه زي ما قلتلك عمين شباب فوق الاربعين فبش يعرف يتواصل مع الشباب الصغير تاني حاجة ان الكوادر دايما فيه تجاهل تام لهم من الاحزاب فانا بناشد الاحزاب وبناشد كل المسؤولين عن الاعداد القوادة للمحليات انهم يهتموا بالشرع العام بالحسنية وبالشباب وانهم يعملوا ورش عمل فعلا تخدم طموح الشباب في الفترة القادمة جابت محمد مراكز الحسنية تحتاج ايه سواء بندر الحسنية صان الحجر منشية ابو عمر كمان اصلاحيات جديدة مراكز الحسنية بتحتاج كل حاجة وانا من هنا يعني باخد الفرصة ان انا بطالب وزيرة الصحة بطالب رئيس الوزرة الاهتمام بالجانب الصحي في مركزنا لانه معدوم كلمة مركزنا هو تلت محافظة الشرية مركزنا يعتبر تالت اكبر من اول تلت اكبر مراكز على مستوى الجمهورية مركزنا يملك مستشفى مركزي به تحديدا على نقطة المستشفى تحديدا لان احنا شوفنا او يوميا بنسمع مبادرة شباب الحسنية مبادرة مجموعة مسميات بمختلفة بنشوف تبرعات كتير بنشوف رجال اعمال بتتدخل ولكن يوميا بنشوف حاجات جديدة هتسمح لاتكلم على نقطة المستشفى تفضل وتسمح لي اتكلم في النقطة دية لان احنا فعلا بنعاني وبنشوف الموت ليه النهار وبنشوف منتهى القصوى وانت بتشوف طفل بموت قدامك او ستة عجوزة بتموت وانت بش قادر تعمل لها حاجة احنا ككتلة سكانية احنا تلت محافظة والمستشفى بتاعنا مركزي به تصنيفه مركزي به لما تيجي النهاردة احنا عندنا في المستشفى تلت عينيات مركزة عندنا جسم جسيل كلوي عالي جدا وامكانيات عالية عندنا كل الامكانيات كأدوات ليه يرجع الفضل للمجتمع المدني في الحسنية ولرجال الاعمال واخص بالذكر هنا بعض الناس ممكن نشكرهم على الهوى وعلى العام ان هم دايما بدعموا زي الحج احنا اتصفت الحج ايمان المنير ناس افاضل بالدعم دايما في المجتمع المدني عندنا شغل لكن مش عندنا العنصر البشري ليه العنصر البشري يمكن برضو جديد بالذكر يعني واجب علينا ان احنا نشكره مهندس حسن الصوي لما تدخل الفترة الاخيرة وكانت برها طبعا المهندس حسن الصوي تدخل في الفترة الاخيرة في انشاء العناء المركزة اللي كانت بجودة الزتيفة في ازمة كورونا انا عاوز اقول لك عاوز اقول لك اهوز احمد ان احنا بنعاني فعلا من عدم توفر العنصر البشري في المستشفى فاحنا نتمنى وبنشد وزارة الصحة احنا اجرب مركز انه هو مركز فووس مستشفى نموذجي احنا نتمنى ان احنا نكون مستشفى نموذجي او عام لان ده اقل حاجة ليه بمركز الحسنية يعني يمكن الفترة الاخيرة بدأت معظم المبادرات تتواجد في شكل محترم داخل مركز ومدينة الحسنية شفنا بعض المبادرات الفترة الاخيرة يمكن حنعرض بعض الصور حاليا لبعض العمال اللي قمته بتفعيلها داخل مركز ومدينة الحسنية ممكن تتعلق لنا على المبادرات دي او تدينا فكرة بشكل والله كانت البداية كانت البداية كان المقابر بتاعتنا وسط قطلة سكانية وقبل المدارس وكانت بتمثل عنص الخطر على الاطفال اطفالنا واولادنا هما راحين المدارس في الصباح الباكر وعلى كل الناس لان صور المقابر كان المنظر كان يعني سيء جدا فكنا بالنشد الجميع ونشدنا كل المسؤولين نشدنا النواب واحد النواب كان تعهد انه يعمل صور المقابر ولكن كل الوعود طبعا كانت في الهواء فكررنا ان احنا نعتمد على نفسينا مجموعة شباب واطلقنا عليها مجموعة فكرة وهي كانت 8 اسماء من مجموعة فكرة ويعني زي ما تقول كده بالتكاتف عز أحمد اقدرنا ان احنا نوصل يعني انت لو عرضت الصور للصور المقابر في بدايته اه يعني في بدايته وشفت الصور المقابر بعد التجميل عملنا ملحمة جميلة يرجع الفضل لها لمجموعة فكرة الشباب والمجتمع المدني في خلال 15 يوم كان منظر صور المقابر بالجمال ده لكن للأسف انا طلبت او احنا كمجموعة فكرة طلبنا بان احنا يكون في عوامية كهرباء او عمدان كهرباء اضاءة زيادة للمقابر وفي حراسة لكن بدون جدوى تمام كابتن محمد يعني اسمحلي ناخد يعني عنصر تاني او انتقال سريع وده مجالك مجال كرة القدم او الرياضة عموما في مركز موديد الحسنية كان نفس اكمل معاك الجانب الخدمي في الحسنية لان احنا نفتقد الكثير الجانب الخدمي ولكن انا عارف عندك كثير في الكرة ان شفتك كثير متواجد سواء في اكديميات سواء في الاندية سواء في مراكز الشباب في الجانب الكرة تحديدا ومركز الحسنية تحديدا يحتاج لنقلة كبيرة او طفرة كبيرة في موضوع كرة القدم مركز الحسنية محتاج تخطيط محتاج ضمير محتاج عدم تدخل السياسة في الرياضة وفي كل المجالات مركز الحسنية بيعاني من التدخلات بيعاني من فرض الطاعة على الجميع من بعض القادة في الحسنية والمسؤولين وبعض النواة اتمنى ان هم يرفعوا ايديهم عن الرياضة لان احنا في بنرجع للخلف جدا بعد الفترة اللي احنا بسم الله مشا الله كنا طلعين فيها يمكن كان الكل شاف ان كان فيه تجميد نشاط في الساحة من سنتين ده كرة القدم ادرنا بفضل اهل الحسنية والمجالس والمجتمع المدني ودعم المحبين ان احنا نرجع ونعمل ملعب ملعبنا النهاردة كان احسن ملعب على المحافظة بعد المجلس المتخب بكيات الكابتن عيز المرحلي والثمن اعضاء السبع اعضاء مع زملاته ادرنا في سنة ونص ان احنا نعيد كيان مركز شاب الحسنية ونضع تاني ملعب يكون على الخريطة لان احنا مركز الحسنية مركز عريق في الرياضة كنا بننافس على الصعود دور ممتاز النهاردة بنلعب درجة رابعة بسبب الادارات الضعيفة شوية وبسبب التدخلات من بعض النواب وبعض السياسين في المجال لفرض الطاعة والولاء لهم والمجملات الصرف واحنا اكتر ما بيعيب مركز الحسنية هي المجملات تمام يمكن كاحد ابناء مركز ومدينة الحسنية لازم طبعا اتمنى الصعود السندي باسم مركز شباب الحسنية اللي بتمنانه كل التوفيق السندي والصعود بإذن الله للدرجة الثالثة لان احنا مركز الحسنية يمتلك مواهب كتيرة جدا في قوة القدم ولكن لو هندعي بقى بالتوفيق لو هندعي بالتوفيق معلش لو هندعي بالتوفيق هندعي لمركز شباب الحسنية وهندعي لنادي الحسنية وهندعي لمركز شباب سعود لان التلاتة السنية دي في درجة رابعة واحنا ما فيش فرق بنا ابدا كمركز شباب الحسنية وكنادي الحسينية وكمركز الشباب السعود وكل الدعم لهم ونتمنى لهم الصعود ونتمنى لهم التوفيق لكن قبل ده كله نتمنى الهدوء في مركز الشباب الحسينية اللي هو المركز الشباب الأم الأساس التاريخي لأن نتمنى عودة الاستقرار طبعا كل هاتنا مرينا بظروف صعب الأسبوعين لفاتوا بعد ما صدر قرار حل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين لجنة مؤقتة يديرها مدير إدارة الشباب ورياضة مؤقتا وده أنا مش عارف يعني مدير إدارة الشباب الرياضة يدير مركز الشباب فهل لو فيه أخطاء منها يحاسبوه فأنا أتمنى أن يكون حتى لو فيه لجنة معانا تكون من أبناء الجامعية العمومية في مركز الشباب الحسينية كابتن محمد الحسينية تحديدا فيها مواهب متواجدة يعني ممكن أن هي تشرفنا داخل الدور الممتازة الحسينية طول عمرها تملك المواهب ولو افتكرت الجيل الزعب فإحنا نملك الكابتن منضح إبراهيم الحارس الزعب عوض رزع حارس التاريخ النادي المصري والمنتخب العسكري وحيز على بطولة كأس العالم منتخب العسكري نملك أجيال أخيرهم الكابتن محمود دونج نجمي الزمالك والإسماعيل حاليا فطول عمر الحسينية طول عمر الحسينية واللادة بالمواهب ولكن ينقص على الاهتمام بالرياضة فأنا من هنا بناشد وزير الشاب والرياضة وبناشد معالي وكيل وزارة الشاب والرياضة بالشرية أنهم يشوفوا حل سريع على مركز الشاب الحسينية لأن مركز الشاب الحسينية صروا للمواهب داخل محافظة الشرقية حضرك ذكرت 3 أو 4 مراكز شباب مشاركين حاليا في الدرجة الرابعة شايف مين أقوى فريق متواجد على الساحة حاليا في مركز ومدينة الحسينية ومين ممكن يقدر يسعد كاسم نختاره من ضمن 3 أو 4 مراكز ذو لو جينا نتكلم بالعقل ولا بالقلب لو بالقلب يبقى مركز الشاب الحسينية لو بالجلب والعطفة هو المركز التاريخي وهو الامتداد وهو اللعيبة المتواصلة عبر الأجيال والنشئين والاسم اللامع في سماع الكرة في الشرقية لو هنتكلم بالعقل نادي الحسينية الرياضي هو الأكثر والأكثر مادة والأكثر استقرارا على الجوانب المادية والإدارية وهو الأوفر حظا لو امتلك الهدوء والدعم الجماهيري والنفسي والمعنوي لأنه يملك المادة سعود مركز شاب سعود هيبقى مصدوم شوية السنادي لأنه أول مرة يشترك بيعتمد على أبناء البلد الموارد بتاعته ضعيفة جدا الدخل بتاعته ضعيف جدا بيعتمد على الجهود الزاتية أكثر وبيعتمد على أبناء سعود وما أوفاهم وما أخلصهم تمام اسمح لي أن احنا اتكلمنا عن مركز ومدينة الحسينية باستفادة سواء على الجانب الصحي أو جانب المبادرات الشبابية أو جانب مراكز الشباب طيانا النهاردة نتحرك ونطيله سريعا لعنصر مهم جدا هو في نفس رتم كرة القدم عندنا النهاردة مباراة مصر تو شايف النهاردة المباراة ممكن تمشي إزاي طبعا إحنا كمصريين بيتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولكن عايزين ناخد منك تعليقات سريعة على مباراة مصر تو والله أنا عاوز أقول لك قبل أي حاجة احنا بيتمنى التوفيق طبعا للمنتخبنا ويكون الفوز النهاردة إن شاء الله لكن عاوز أقول لك إن احنا كان فيه ضغط إعلامي وضغط على الميديا في الفترة الأخيرة على المدير الفني وعلى المنتخب وطبعا ده نتيجة طبيعية لتدهور الأداء في الفترة الأخيرة وطبعا ده على مستوى العالم كله كانت أزمة كورونا واللعيبة كان فيه تباعد والدورة لما رجع رجع مضغوط واللعيبة المصرية انت عارف لعيبة بش عندها الاعداد النفسي والبدن إن هو يستحمل الضغوط الزايد أو الضغط الزايد فده كلها عنصر سلبي قبل المنتخب طبعا إصابت النجم الكبير محمد صلاح برضو عملت عنصر نفسي على اللعيبة وضغط وطبعا إيجا في فترة صعب قبل اعداد المباراة بيوم واحد تمام احنا عندنا طبعا نتمنى كل الشفاء أو نتمنى الشفاء العاجل نجم مصر وفخر العرب كابتن محمد صلاح أيضا نتمنى الشفاء العاجل كابتن محمد النني أيضا سمعنا أمس صابت اللاعب حازم إمام لعب نادي الزمالك بصلاة وفارس نتمنى لهم الشفاء لكن منتخبنا قادر منتخبنا النهاردة يملك أحسن حارس مرمى في أفريقيا محمد الشناوي تملك النهاردة في الدفاع النهاردة لو هنبدأ لو هنتكلم هنبدأ بأحمد حجازي والونش فورمة عالية بسم الله إن شاء الله محمود الونش ده لعيب طموح ورجع من بعيد أو يفرمة عالية طبعا أحمد حجازي نجم وثابت وعنده خبرات طبعا برضه عنده عنده البداية لكن هيبدأ على الطرف اليمين النهاردة أو الباك اليمين هيبدأ عمر جابر النهاردة مكان طبعا محمد هاني المصاب هيبدأ على الطرف الشمال وده توقع أنا هيبدأ النهاردة بأي من أشرف لأن أي من أشرف سلوكه دفاعي أشرس وأجمد شوية من أحمد أبو الفتوح طبعا إذا كان إصابة النهاردة فيبدأ النهاردة بالسولية وطرع حامد وهم الاثنين خبرات السولية بيمتاز بالتمريرات الحرارية واللعب المتقل وطرع حامد كتالي في نص الملعب تمام النهاردة سمعنا أخبار من داخل الغرف المغلقة إصابة عمر السولية مين ممكن يدخل مكان عمر السولية في حالة أننا عندنا النهاردة ستنين مستبعدين محمد النهاردة وعمر السولية لو هنلعب على الفوز تمام وراحين نكسب أنا أنا لو محمد مدير فني وده وجهة نظري هلعب هلعب بعبدالله السعيد وطرع حامد وهلعب بأفشا تمام ده لو أنا عاوز هلعب واكسب عشان أنا عاوز النهاردة العنصر اللي يعرف يبني هجمة ويعرف يشتغل طبعا إحنا اسمه تاريخي كل الفرقة الأفريقية بتقف من فأنا النهاردة بشرحها دافئ أنا رايح هكسب وأنا فرقة وإيه اسمه ليه تاريخ أنا النهاردة ليه ملعبش عبدالله السعيد كان الماتش اللي فات كان بعيد على الفرقة أنا لو نزلت عبدالله في الدائرة هيلعب حيب أحسن وهينتج ودي أفشا دوره والعب النهاردة عندي ترزيجيه وعندي دخل رمضان صبحي ودخل النهاردة أنا مصطفى محمد شايفه ما هجي من مصر الأول فمنفعش إن أنا عادو يعني فيه ناس بتطلب كوكا كوكا لعيب لكن كدولي بعيد شوية هو لعيب أوروبي طراز فريد لكن كدولي اللي يبقى أحسن إن شاء الله مصطفى محمد لو جينا نختار أفضل حارس مرمى في مصر لو جينا نختار أفضل خط وسط في مصر لو جينا نختار مهاجم مصر بدون تردد محمد شنو أفضل حارس مرمى كاكورة كاكورة في نصف ملعب عمر السلاكة كتيل طارق حمد رأس حربة طبعا مصطفى محمد فاش نقاش تمام عندنا يعني ممكن نهاي تاريخي وهو نهاي بطولة أفريقيا بين الأهل والزمالك شايف المباراة ممكن تمشي إزاي في ظل الضغوط الإعلامية المتواجدة حاليا على الساحة ممكن شايفين بعض المبادرات اللي بدأت اللي هي لال تعصب علشان منع أي منواشات تحصل أثناء المباراة علشان نطلع بشكل كبير لأن احنا حاليا أكبر الأندية في مصر أو أكبر الأندية في أفريقيا عموما عاوز أقول لك لو حدث حدث تاريخي وجود الأهل والزمالك في البطولة الأفريقية هو حدث نادر لكن عاوز أقول لك أن كل الضغوطات دي كلها مش هتأثر على اللعيبة فرد الملعب لأن الأهل والزمالك ده منتخب لعيبة كلها خبرات عندها كريزمة خاصة كل الضغوط على الميديا والكلام ده كله اللعيبة عندما بنزل الملعب انتهى أنت النهاردة بتلعب اللعيبة يعتبر على الترز الأوروبي اللعيبة عندها خبرات كبيرة جدا هنستمتع بمباراة أنا أنا توقع هنستمتع بمباراة مفتوحة توقع الشخصي أن محد يعني النتيجة دي أي توقع يبقى صعب لأن المباراة دي هتبقى مباراة تاريخية اللعيبة هينزل الملعب عنده حماس شديد جدا لأنها سوف تكتب في التاريخ إلى ما لا نهاي كابتن محمد النهاردة بنذكرك جدا على المعلومات القيمة وعلى التحليل اللي احنا سمعناها وعلى المبادرات اللي انتو بتقوم بيها في مركز المدينة الحسنية في نهاية حلقتنا أحب أشكر كل السادة المستمعين النهاردة على متابعة الحلقة ونوعاتكم كل يوم يكون عندنا جديد ضيوف جديدة موضوعات جديدة حاجات تهم كل الشارع المصري مع أبرز المبادرات نشكرك جدا لكابتن محمد النهاردة شكرا للمتوفيه إن شاء الله عزيز أحمد وربنا يرفعك في القادم وإن شاء الله برنامج موفق نقدر نقدر بإذن الله نوعاتكم بتفاصيل جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر